اهل التغريد شكلوا لجانا ثورية ولحماية المتظاهرين من بطش البلطغية لا ترحموا من لا يرحم الشعب وارادته لا تسمعوا لهم بتكرار مسبحة الرابعة ده واحد تركي هاتلي واحد غير يا ابراهيم اهو ان لم تحموا ثورتكم بقوة السلاح ده واحد بيدعو ليه استخدام السلاح فلا فائدة من المظاهرات المجرب لا يجرب المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين ده اسماعيل باشا واحد تركي بيتكلم من تركيا بيكلم بيقول يلا استخدموا السلاح انا بس عايزا ان المشاهد دول مش مصريين ادي واحد اردني بتاع تابع الجزيرة وشغال ده في قطر واحد تركي ودي واحد ليبي انا انا ده واحد ليبي ميليشياوي طبعا دعوات لاختحم مدينة الانتاج الاعلامي في مصر اليوم للسيطرة على القنوات التلفزيونية الموالية للسيسي واطلقها اشتاج اختحم مدينة الانتاج الاعلامي دخل فعليا ضمن قائمة الترند في مصر الثورة بدأت انت مال امك انا بسأل والله والله اكاد اجن واحد لي يا اخي روح يا اخي مش عايز لتم اقولك انا مش عايز حد يزعل مني واحد ليبي ملكه مال مصر واحد تركي ملكه مال مصر واحد اردني ملكه مال مصر واحد جزائري ملكه مال مصر واحد فلسطيني ملكه مال مصر يعني هؤلاء المرتزقة اللي عاملين زي الزباب اللي يهيم في كل هذه الطرقات القذرة معندوش غير مصر واحد بيتكلم يقول انا مش قادر اصدق الاخ ابراهيم قصودة ده الليبي ده ملكه مال مصر يا ابني يا ابني مصر تعباك في ايه والتركي التاني اسماعيل مصر تعباك في ايه والتالت ياسر ابو هلالة مصر عاملالكو ايه انا مش قادر اتخيل ايه كان من الكراهية الموجود وتاني ابن الخطيئة جمال ريان معندوش غير مصر يا اخي انت فلسطيني يا اخي انت سعلم من مصر عشان ما حردش فلسطين يا اخي روح حرارها انت وخطر يا سيد روح وريني رجلتك روح وريني شهمتك يا اخي انتو عايزين كلكم مصر هي اللي تحارب نيابة عنكم بودش تموها ده شيء غريب يا اخي يا اخي سيبونا في حالنا يا اخي سيبونا نشتغل ونبني بلدنا خضنا اربع حروب وما خداش منكو غير قلة الادب والشتايم والسباب والتطاول وقلة الاصل البلد دي ما خليش شيء منكو غير قلة الاصل لا يمكن ان احنا نتقبل هذا الجيل بيتحمل بنسلع اخطاء الاجداد والاباء واخطاء الماضي كل اللي فات كان فيه حاجات غلط لان احنا ساعدنا ناس لا تستحق ان اتتساعد واحنا وقفنا مع ناس لا تستحق ان احنا وقفنا معها بقول تاني الشعب المصري المحترم حاضم في مصر دلوقتي اكتر من 20 مليون واحد ضيف علينا مش مصري من كل الدول العربية من سوريا من العراق من اليمن من السودان من ليبيا من كل الدول الموجودين لا تستطيع ان تفرق بين المصري وغير المصري احنا مع الشعوب بالمناسبة لكن انا بقول تاني كل هؤلاء اللي عاملين تويتات دول مش لا يمثلوا شعوب لا الاردن ولا الجزائر ولا حتى تركيا لان دول بيمثلوا فصيل الاخوان المسلمين بشكل واضح احنا بنشوف على الصفحات ما لا يراه الناس بنشوف احنا بنحترم كل الشعوب كل شعوب بنحترمها وبقول انه الاخوان المسلمين هم اللي بيبوزوا العلاقات بين الدول بعضها وبعضها